هلوم سعى الخير يا فندم معاك حازم Can I help you اه يا فندم مفيش مشكلة امورني تمام سفايسي ولا حرق ميديم ولا وسط كان ولا ماشين اه تحب البطاطس عادية ولا على شكل نجوم مبتسمة اه طب تحب العيش عادي ولا على هيئة وشوش منفعلة طب تحب المشروب عادي ولا في شكل انهار منفجرة تحت امر يا فندم البطاطس اكترا تشيز العيش اكترا دقيق الكولا اكترا غازات اوكي يا فندم مرسي قوي شكرا لزوق حضرتك شكرا لا يا فندم مرسي مفيش داعي للشتيمة ده شغلي مرسي جد يا فندم معا السلامة معا السلامة اه يا فندم سعى الخير معاك حازم Can I help you ايوة يا عين اما عايزك تلم امراتك دي شوية تشكمها تحجمها تفاهمها ان امك هي الكل في الكل ماما ماما تتصل بيه على الهوتلاين يا ماما معقولة ماما ده رقم الطلبات هحولك على رقم الشكاوي ثانية واحد الله وما اللي اعني اكلمك فين هو انت عمرك بترد على تليفون ماما انا اكل عيش ارد على تليفونات كلمتك وما رديتش على نفس الرقم على نفس الرقم يا فندم هو انا حلتي غير الرقم ده انا وكوس اه امور يا فندم طيب طلب حضرتك ايه بالظبط تديها كلمتين في جنابها مرتك البردة دي بردة حاضر يا ماما حاضر هي 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 البيتزة هتبقى لا البيتزة هتبقى سخنة وان شاء الله يعني بالنسبة لجنابها انا 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 هنديها في جنابها هنديها في جنابها هتبقى ستافتكراست نظبط لها جنابها حاضر خالص ان شاء الله طيب شكنا فانو على اتصالها اه يا ميلة بغتياني يا حظك المناي اليسير معانا لو كنت جبتلي حت الدد كان زمانها دلوقتي بقت عكازي مش الصبيان اللي اول ما يتجوزوا يسيبوا مامو يروحوا ماشيين يا ماما ماشيين؟ ماشيين فين احنا ساكنين في الشقق اللي فوقيك ماشيين اوكي يا فندم ماشيين اوكي يعني مش كان كان؟ معانا لو كان عندي راجل مكانش بعد حالي افنت ظهرة شبابي عليكم من ساعة المرحمة مات شوف بقى لي قد ايه دلوقت اه من تلاتين الاربعين ديه يا فندم من تلاتين الاربعين ديه والأوردر يكون عند حضرتك ان شاء الله هتكلمها؟ اه حاضر يا فندم هتشكمها؟ من عنايا يا فندم وما تنساش تحجمها اوكي يا فندم تحت امر حضرتك اوكي اه اله لا لا تمام يا فندم شكرا مرسيها قوي شكرا على اتصالك باي باي يا Organisation حلوهم صغير يا فندم معاك chisme can i help you؟ ايوي حاملسي ایو اي توسم legendary هيبه ايه اخوانا في ايه؟ انت تتصل بها برضو على نفس الرقم ده معقول الحقيقة ماؤ curأة نفس الرقم يا فندم البيانات متسجلى عليه مش كدة؟ الصوت واضح معي كدا؟ ايه يعني لما كلمك على رقم الشغلي لما كل الستات بتتكلم الجوازي عن تنموت الشغل وعادي عادي؟ عادي؟ مش سبايسي؟ مش سبايسي أوكي يا فنديم العادي طبعاً بيبقى قلطف كتير زوق حضرتك ممتاز أمك كانت مصممة إنها تأكل الولد من الرز اللي هي عاملة وأنا جيت أدوق الرز لقيت كله بهارات وإرفع وإنت من أيام الخطوبة كنت أقل لي إيه؟ قلتلك لما تلاقي ماما حتى إرفع الرز عرفي إنها بتداري على جريمة وإيه كمان؟ وإن الرز دا بيبقى معمول من وانا في الإعدادية ومتقيف ومتسخن ونصحتني بإيه؟ إنك تقومي وترفوضي بأي تمن وبأي شكل إنك تكليه ليه؟ لإن الرز دا من الحفريات أنا عارف وهو دا اللي أنا عملته بالزبط قلت لها شكراً يا طنت وإحنا خلاص متغدين خطة في منتهى الزكاء قفشت قفشت وطلبت معاها إنها تشربنا الفراولة اللي في الفريزر الفراولة أنا أوعى عليها في نفس الفريزر نفس الفراولة من وانا في الإعدادية سنة 82 82 يا فندي 82 البطل أحمد عبدالعزيز طيب تقوموني بحاجة تانية؟ شكراً شكراً هي قفشت بقى كده وقالتلي هتشرب الفراولة يعني هتشرب الفراولة طيب ماشي إستنى 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 معايا أوردر معايا أوردر يا فندي مساء الخير؟ هتشرب الفراولة مش هشرب الفراولة أنا عايز أعيش وربي عيالي على فكرة هرفنا يا أختي؟ اهههههههههه دا كده مش كول سينتر دا كده أستوديو تحليلي مالع الفراولة مش خشرب الفراولة أنا بخاف بخاف الفراولة ماما ماما مش لازم يا ماما يعني اشربيها صلصة يعني أي حاجة تانية دا أنا عسرها بايدي ماهل مشكلة أنها بايديك، دا معناها أن تت عسرها من قبل ماختراه الخلاط يا ماما على فكرة بقى يا طونت البوفتيج بتاعك النهار دا كان بيشد وكان مأدد اسمن لعليك يا قبل النظيرة حش حش يا اختي طبيخك اللي زي الفل اللي ما حصلش ده من يوم الواد ما تجوزك وهو وشه باعد اللقمة ماعدش الواد يا شيخ حرام عليه تسمع مهمتك يا حزم حازم لأن امراتك بقول بقول لكم ايه مساء الخير يا فنديم حازم معاكم اه يعني انا لازم اهلبيو احب حرارتك تسمع العرض جديد بتاع الشاطر والمشتور الشاي ده يا فنديم عبارة عن شاطر ومشتور وبينهم زفت طازج معاكم ميات مأهولة بالمايونيز الملاد زي الدسم والخاص الدبلال الفنديم معا رز بالقرفة من ايام الاحتلال وفراولة منتهت الصلاحية راجع مهارتك البيانات عشان اجراءات الطلاق ولت لفراولة عليا وقلع في نفسي واخلص شكرا لاتصالكم يا فنديم ونتمنى لكم واجبة سعيدة بقى